هنا يرقد المجد فعلى ثرس رواح فقدت الجمهورية قائد الثورة ومؤسسها الشهيد علي عبد المغني زعيم الضباط الأحرار في أول معركة مع القوى الإمامية التي خاضت جولة طويلة من الحرب لاستعادة سلطتها المقبورة وفشلت للمرة الثانية على التوالي يحتفى بذكر استشهاد عبد المغني الخامسة والخمسين عند هذا الضريحة التذكارية المتواضعة عمر شهادته هو عمر الثورة والاحتفاء باستشهاده يتم على بعد كيلومترات من المعركة المحتدمة مع الإمامية الجديدة التي أتت هذه المرة على حصان الخيانة وجندت لها أدوات الجمهورية والدولة شارك رئيس هيئة الأركان العامة للجيش في مراسيم وضع إكليل الزهور على ضريح مؤسس الجمهورية بمشاركة أحد أحفاد الشهيد الذي يواصل مسيرة جده النضالية دفاعا عن الثورة والجمهورية والوحدة وإن كنا اليوم تتشابه الأحداث وتتشابه المواقف وبالمناسبة تتشابه الأسماء فنحن جئنا لزيارة ضريح الشهيد علي عبد المغني والآن بجنبنا القائد البطل علي عبد المغني حفيد علي عبد المغني يقاتل اليمنيون من أعمار متفاوتة هنا في جبهة صرواح ويقينهم أن الجمهورية التي ضح من أجلها علي عبد المغني بزهرة عمره تستحق التضحيات دفاعا عنها وعن ذكراها الخالدة إن ثورة 26 ستمبر مكسب عظيم أخرجت اليمن من جنكم الإمامة وظلما الكهنوت المتصلت إلى أرهوقة العلم والتقدم والرقي نحن واقفين في المتارس لنعيد بريقة هذه الثورة وعظمة هذه الثورة ونعيد لها زخمها الثوري يترسخ في وعي هؤلاء المقاتلين اليقين بأن ميلاد اليمن الجديد تحقق قبل 55 عاما بفضل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وتضحيات شهدائها وأبطالها لذا هم هنا لمواصلة التضحيات وخوض الموجة الثانية من حروب الدفاع عن الثورة والجمهورية بعد أكثر من نصف قرن على اندلاعها وما عرف الناس الأمراض والقمل والكتن إلا في عصرهم وذاقوا ويلات الجهل والتقلف كان الرجل اليمني يخرج وكأنه عايش في العصر الحجري والعالم في خير وعافية صرواح على عهدها من الوفاء للثورة والجمهورية وساحتها لا تزال تغتسل بدماء الأبطال الذين آمنوا بالجمهورية وقدموا أرواحهم فداء لها